الجمهور السوداني والعربي كله بيعيش حالة حزن كبيرة بعد وفاة الفنانة السودانية شادن محمد حسين اللي رحلت في عز شبابها قبل ما توضع جمهورها الكبير في كل الدول العربية تعالوا قولكم من هي شادن حسين واللي لقابوها بالحكامة وإيه آخر رسالة كتبتها لجمهورها تابعونا لأخر الفيديو كلنا متابعين الأزمة السودانية والأحداث المؤسفة اللي زادت عن حدها ودخل حالة فوضى كبيرة في المدن والأحياء السودانية وبقى في حالة غياب أمني وطبعا ما فيش أي استقرار رحلت الفنانة الجميلة شادن وهي في بيتها بعد ما حصلت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بس شادن زي ما يكون قلبها كان حاسس ودعت جمهورها برسالة حزينة ومؤسرة قالت فيها لكل سوداني عاشق للكتابة هنكتبه الأول مرة للأجيال القادمة تاريخ غير مجهول وبكل الدقة والمصدقية فأنت شاهد عيان لكل ما حصل في السودان وأعلنت القناة الرسمية لإغاني الفنانة السودانية شادن على موقع يوتيوب خبر وفتها مع إحدى أغنيتها وعلقت الفنانة والإنسانة وسفيرة الإنسانية الأخت شادن محمد حسين في ذمة الله إثر سقوط شظايا على منزلهم وأختارها الله إلى جواره راضية مرضية وبعض لحظات اتحولت السوشال ميديا لساحة تقديم العزاء من كل الدول العربية ونعاها عدد كبير جدا من المشاهير والفنانين وكمان الجمهور السوداني اللي كان بيعتبرها رمز للمرأة السودانية القوية الفنانة شادن أحسين كانت بتاع شأت راب بلدها ودايما بتدعو للسلام والمحبة وده مش بس بشهادة كل القريبين منها ده كمان من منشوراتها على السوشال ميديا واللي كانت بتعكس ثقافتها وحبها لبلدها وأصولها العربية الأصيلة شادن أحسين تنبأت برحلها وكتبت ورب الكعبة معظم الناس على نفس الحالة ونحن مسجونون في بيتنا 25 يوم والناس قدامنا بتنهب ونحن بكل حسرة الدنيا بنتفرج نعم جي عنين وعايشين رعب خيالي لكن شبعانين قيم وأخلاق ولو موتنا هنموت بكرامتنا وأخلاقنا وما هنقابل ربنا ونحن شايلين حق ما حقنا الموت محاصرنا من كل الجهات ربنا يرفع البلاء ويجيب الخير الفنانة شادن حسين اتولدت سنة 1988 في مدينة لبيض في مدينة بتقع وسط ولاية شمال كوردوفان في السودان ووالدها جنرال مدقاعد في الجيش السوداني وكان محب للتجوال داخل السودان وخارجه درست شادن في مدرسة الشيماء النموذجية والسيد علي المرغاني النموذجية لحد ما انتهت من المرحلة الثانوية وبعد كده التحقت بالجمع الأهلية وتخصصت في قسم الاقتصاد والبنوك شادن كانت بتحب الفن من طفولتها وقررت تمارس هوايتها في الغنى واشتهرت بترديد الأغنيات التراسية الجمهور السوداني الزواق شاف موهبة شادن الكبيرة وده اللي تسبب في شهرة شادن الكبيرة على سوشال ميديا ومنصات الأغاني الكبيرة على الانترنت الجمهور السوداني أطلق لقب حكامة على الفنانة شادن وهو لقب تعرف بين القبائل على المرأة القوية اللي لها أدوار إيجابية ومؤسرة في المجتمع واللي بتقدر من خلاله تحالي نزاعات بين القبائل والمواطنين وكمان بسبب حبها للسودان اللي كان واضح في كل أغانيها التراسية اللي بتتكلم فيها عن الانتماء والوطنية وده خلها تقدم تقاليد كوردوفان وإيقاعتها الشعبية كمان اشتهرت شادن بتقديم الأغاني اللي حولت من خلالها تقريب المسافات والفورق الاجتماعية وعكست ثقافة مجتمعات متنوعة في السودان خلال رحلتها الفنية القصيرة وعن تفاصيل حدث وفاة شادن للصحف السوداني إن فيه مسلحين هجموا بتها وطلبوا منها مبلغ مالي ضخم وحصلت ما بينهم مشدة كلامية واعتدوا عليها وغابت عن الوعي ولما حضرت الإسعافات كانت فرق دنيتنا وعمرها يدوب 35 سنة رحم الله الفنانة شادن حسين رحم الله الحكامة وأسكانها فسيح جنته